بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي الاجتماعات تأتي تحقيق لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل الهيان لتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات للجمهور وإلى المواطنين والمقيمين وتواجد هذا العدد الضخم من المسؤولين وتواجد من يمثل الجهات الحكومية والاتحادية في مكان واحد لتوحيد الخطط والعمل عن قرب فيما يختم توجهات الحكومة هذه الاجتماعات عندما تكون بهذا الشكل المنسق والمركزي يتخللها اجتماعات ورش عمل ولقاءات وعصف ذهني وتبادل أفكار لتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة ولتحقيق الاستدامة الشاملة والكاملة لما تصب إليه دولة الإمارات في مؤويتها القادمة 2071 كل تأكيد اليوم هذه الاجتماعات تجهد لقاءات ما بين الحكومة التحادية والحكومات المحلية هذه اللقاءات أهميتها كيف تنظرون لها من خلال تواجدكم فيها بكل تأكيد طال عمرك نرى أن حكومتنا وقيادتنا تعمل كفريق واحد والفريق العمل الواحد هذا يتفرع منه فرق كثيرة هذه الفرق عندما تعمل تركز على الجوانب الاقتصادية والجوانب الاجتماعية والجوانب الاستثمارية فيما يحقق الاستدامة من العمل الحكومي إلى جانب أن هذه المؤسسات عندما تعمل جنبا إلى جنب تستفيد من خبرات بعضها البعض وتوحد الجهود والبوصلة لفي اتجاه واحد بكل تأكيد اليوم دولة الإمارات بكل تأكيد لديها رسالة لشعب دولة الإمارات مجتمع دولة الإمارات من خلال عقد هذه الاجتماعات هذا الرسالة كيف تقرأها سعاتك طال عمرك رسالة تقرأ بأن دولة الاتحاد عظيمة بقيادتها عظيمة بمنهجها عظيمة بتتابع خطى الشيخ زايد طيب الله ثرى ومنهجها العظيم عظيمة في تسامحها عظيمة في أخوتها الإنسانية عظيمة في احترامها للثقافات البشرية وفي بناء الحضرة فنحن محظوظين بقيادتنا وبحكومتنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع ترجمة نانسي قنقر